النص التالي أهم من الأولى اللي قلت أقبل على 20 درجة بس من الانتحان كله النص التالي هو الموكبه هيجي أفضل أسكنة نعم النص اللي هو بتنبتالي الأول من أول المرطيب قدام جزء اللي هو المهام وهنساكن في السايل هنساكن سيما كنت تسألي أخير عامل سايل كل حاجة تقرأ بسكنة ونت بتعمل اسكنة من الموضوع كله على بقى يعني هنتقرأ بقى جزء بتحفظه جزء بعدين بتحفظه اقرأ الموضوع على بقى كله وكل جزء فيه بعدين بتحفظه الجيد بتحتيه ايه وايه بقى هاده يعني ايه الموضوع المهمة في كل البراجراف يعني هتعمل النفسة في النص بتاعتك بحيث ان ينبيه سؤال عايز كلام كتير انت خلاص عامل سترس على الموضوع المهمة هتحطرها وحتى بقى طولاته يبقى ديه طورة المزاجرة تاني حاجة خطة عمل التامل خطة عمل الإجابة لما تيجي تجاوك لازم تبتدي بالأسئلة الصغيرة اللي هي تتجاوك بصرحة وتخلي السؤال اللي في شرق طويل هو للآخر مش خبرت ربو بعدة ما عايز اعطك قضية طريقة انت هتختصر فيه تاني الحاجة تقول السترس المفروض انت شغلية تقولها استرس يعني انت هتخش هتكون في البيت في بيت حتى عيام هتخش البيت هتلاقي كل العينة على مناع كل رجعية خوالية ولازم انت من دياجنوزيس وتنتزازها العيان هتسترس ده مينفعش لديك عشان هيكوم بمتحان هتعص فيه ضربتين ونحرص ضربات او مسترس انت هتعيش مسترس افتر من الداحين فنخش عشان نراي عن مسترس نزال مثل كبكتور ياسر قال انت لازم ندحو البادل اللاجدة ده البادل اللاجدة انتو عليكم ماشا اطمار كبير والسن ناقدي كده فميش كول لكم هتطلعوا اللاروك يعني شكول اللاروك والقلوك تطلع فبتلاقي عشرة وعشرة وعشرة ومص وعجاسة من 9 ونصة او 9 ونورك بتطلع ايه يعني ما تطلع في اللانة قبلها هتتعطد على البكان وعشرة نهدى وده ارى شوية الدرقار نهدى يعني مكتش مشكلة طالص انت هتطلع في الدسك بتاعك قبل الانتهاء اخر حاجة الوظوظ ان انتو هي مشكلة الوقت اه ممكن اطلع الوقت عشان مرة فاديت انتو قناش نقع حكاية ان احنا ممكن تطلب وقت من كنترول لا ممكن تطلبوا وقت من كنترول بس طبعا لازم هيسألنا ان الانتحان كان فعلا مطويم مش طويمة ان انتحققوا ان يطلب وقت من كنترول في الانتحان اتشاطه كون شاء الله ايه احيان جامعين كده يعني من السنة في سعادة وعبصات بيننا وبين الدفعة الجديدة دي وتيجوا تصليكم بعد كده مش عايزين حكيوا تعدينه خالص السنة السلام علي